بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة الأهلي عندما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة بين السعي الجاد والمزايدة خيط رفيع إبراهيم أهلا بك يا بشماندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين الحلقة 853 من ملك وكتابة حلقة جاية في مستهل موسم صعب علشان كده تحمل عنوانا واحدا ولا تزال الأقواس مفتوحة لكن ما بين هذا وزق خيط الرفيع إيه الحمد لله فضل من عند الله سبحانه وتعالى أه الحمد لله قبل ما تيجي بلاس 90 تكون أعمل الهومورك والجهاز الفني استكمل القطعة بتاعته وأعتقد أن من ناحية الفنية هنذكر هذه يعني هذه الإضافة ماذا تعني وفي نفس الوقت هناك القراءات كثيرة في المشهد الأخير بتاعتقد بتاع الأجنبي عايزة شيء من التأمل والتحليل والتوضيح لأن الحقيقة عندما تأتي المزايدات مفهومة جدا جدا يعني المتبكيين على المال العام من خارج النادي الأهلي والمتبكيين إزاي السن ومش السن وهي دي بقت سياسة النادي الأهلي وهو ده الصح ولا الغلط الحقيقة واضح أن هم متأسيرين عشان النادي الأهلي وهذا ما يطمئني كلما اشتد هجومهم على أي شيء يحدث في النادي الأهلي فتطمئنه قلوب الأهلوية تعرف أنك ماشي صح وأنك مش من أي يومهم الليل ولكن البعض ينصق وندخل فيه تفاصيل بيننا ومن بعض مهيش مطلوبة إحنا خلينا نعنى بالنتائج وليس التفاصيل تعالى نعنى بالوصول إلى الأهداف ولكن مش ضرورة أخذ الطريق الصحراوي أو الطريق الزراعي أو مش عارب بعربية أو طيارة أيا كان تصل في الموعد لهدفك هو ده المطلوب مين بقى عمل إيه ومين عمل إيه ده مش أسلوب الأهلي الناس تطلع تتكلم فيه ولا تفسر ولا يعني تضغط على بعضها فيه لأن الحقيقة ما بوجل من مجهود خلال الفطرة الماضية من كل الأطراف لا يستحق إلا الدعم مهما كان دور كل واحد فيه حجم العمل الذي تم في الملفات الماضية سواء في المركات الشيطة أو في المركات الحالي لا فيه مجهود بشكل يعني توظف بشكل علمي أكتر حيأخذ وقت عشان يوصل إلى الكمال ولكن كل الأسماء التي دارت في ذهن الناس كانت مطروحة كل الأسماء بشكل أو بآخر مؤكد أن دي تفاصيل كتيرة في هذا الحلقة المهمة لكن خلينا في البداية لا يفوتنا أن ننعي رحيل هذا العدد من الضحايا في هذا الزلزال المدمر الذي ضرب الشقيقة المغرب والحقيقة النادي الأهلي هم بتقديم واجب التعازي والمواساة لأسر الشهداء وضحايا هذا الزلزال الذي ضرب جنوب المغرب وأيضا تمنيات النادي الأهلي وجمهيره للمصابين بسرعة وتمام الشفاء إن شاء الله وللشعب المغربي كله أن يكتاز هذه المحنة الصعبة اللي أعتقد يعني كارثة طبيعية نسأل الله تعالى السلامة منها لكل الدول الشقيقة طيب كويس الأهلي جمهيره دائما تسبق الأحداث الأهلي يسبق الأحداث الأهلي يسبق معنى المشاطرة إلى ترجمة عملية هو جمهيره حملوني أمانة بعض الجمهير يا كابتن عدلي نحن عايزين دورنا لا يتوقف عند المشاطرة ويعني عايزين نعمل حاجة لأشقاء لأشقاءنا في المغرب وإحنا مستعدين من خلال التنصيق مع روابط المشجعين داخل وخارج مصر إن إحنا نتبنى يعني ولو حاملة لجمع يعني التبرع بالدم التبرع بالدم خاصة إن المغرب فيها نقص في الجمهر دائما في كل حدث يبقى التبرع بالدم هو هم حاجة وخصوصا في الفصائل الندرة في فصائل ندرة في الدم ممكن تكتب على الفيسبوك والناس تعرفها والأهل مستعد أعتقد لن تتوانى إدارات الأهل النادي تحلقه سواء داخل النادي أو الروابط في مقرها كلهم في مكانه ونبتدي نشوف جهة ما يعني مغربية اللي يقترحوه ونشوف نعمل العملية دي إزاي ونطبق بشكل عملي لأن الموضوع يجب أن يتجاوز فعلا المشاطرة إلى إن إحنا نقف بشكل عملي مع شقائنا في المغرب الموضوع مؤلم ويا رب يبعد هذا الشر عن أي شقيق أو إحنا المنطقة العربية والإفريقية مش نقصة موم على فكرة النهاردة كمان إعصار مدمر أيضا نتيجة سيول جارفة ضربة ليبيا شرق ليبيا البني غازي وسيرت وغيرها من المدن إعصار ضربها أيضا وأودى بحياة عدد من الضحايا نفس الشيء نفس الشيء أنا الأولي تكاتف أنا شقاء بمعنى حقيقي ربما الدم يكون أثمن من المال أي طبعا لو كنا نستطيع نقدم أكثر من هذا فلنقدمه لكن تخيل أن في حد من مرسى مطروح بعاتلي الصور دي كيف طالت هذه العواصف مرسى مطروح بعاتلي صور العربيات مشى في الميش الميش أي لا غرقت مرسى مطروح من جراء هذه الإعصارات والعواصف ربنا سلمنا جميعا يا رب ورسالة من السماء لينا كلنا اتبهوا البعض شوية والدم عمره ما يصبح مية وما تخليش المصالح الضيقة تفرقنا نتمنى ده كل التعازي والمؤساة لأسر الضحايا وكل التمنيات بالشفاء للمصابين ولكل الشعوب ان شاء الله بالسلامة والنجاة